أيضا حدث مهم جدا وزير شباب جديد تولى الدكتور أشرف صبحي حقيبة وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صديق اتعرفت عليه من خلال كنا نحن الاثنين طالعين في مهمة تدريبية في إنجلترا يعني دراسة دولية عملها الاتحاد الإنجليزي بالتنصيق مع المان يونايتد في حضور خمسة وخمسين دولة التقيته هناك وتعرفت عليه الشخصية سيبك من إنه هو طبعا رجل مهزب وراجل محترم جدا جدا ولكن أيضا رجل يعتمد على العلم وهو رجل أيضا نقي نقي من جوه وبعدين تزاملت معاه كمان في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالتعيين مع الكابتن عصام عبد منعم وكنت أنا ودكتور أشرف وأعتقد أننا نشهد كل من الآخر بأنه كان نموذج في محاولة أنه يشيل انتماءاته ويعمل للصالح العام هو يشهد بهذا أعتقد وأنا بشهد أيضا بهذا متوسم كل الخير في تواجد دكتور أشرف صبحي ولكن أطالبه فقط بلاش سياسة سيبها تحل نفسها مش هتحل نفسها عمره وإذا حلت نفسها بتحل على تقيح يعني الجرح يلم لكن سبب سبب الألم موجود فلابد من المواجهة لابد من أنه هو يحط إيده في عش الضبابير شوية وهو قادر على هذا ترجمة نانسي قنقر